اهلا بكم معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن تحليل السائل المنوي امتى احتاج اعمل تحليل السائل المنوي طبعا السبب الاول لو عايز اقيس قدرة الرجل على الانجاب وطبعا السبب ده المشهور واللي الناس كلها تعرفه عايز اعرف الراجل يعرف يخلف ولا لا فبعمل له تحليل السائل المنوي السبب التاني ان ممكن راجل وست يكونوا متجوزين والست مش قادرة تستخدم ولا وسيلة منع حمل فبنعمل عملية ربط للرجل ربط الحبل المنوي وبعد كده ممكن اعمل تحليل السائل المنوي عشان اشوف العملية دي نجحت ولا لا واشوف فعلا الراجل ما بقاش يخلف ولا لا وطبعا الموضوع ده مرفوض شوية في مجتمعاتنا العربية وحتى كمان مرفوض في بعض المجتمعات الاوروبية التحليل ممكن احتاج عيده كزا مرة عشان اتأكد من النتائج طبعا لانه ممكن يتغير شوية بتغير الظروف المحيطة بالشخص زي انواع الاكل اللي بيكلها الادوية اللي بياخدها زي هو هل مريض ولا لا وهكذا عشان كده في تعليمات لازم نكون عارفينها قبل ما نعمل التحليل ده اولا عدم الجماع او الاستمناء 3 ايام قبل التحليل ثانيا الابتعاد عن القهوة والكحليات والمخدرات برضو 3 ايام قبل التحليل كمان الابتعاد عن اي اعشاب طبيعية مش عارفين تأثيرها ايه بالزبط واللي بتعاد عن الادوية وخصوصا الهرمونات قبل التحليل ازاي بناخد العينة بتاع التحليل السائل المنوي طبعا الطريقة الاشهر والافضل هي الاستمناء وده ممكن يتم في المعمل او في البيت بس بشرط ان العينة توصل للمعمل في خلال ساعة وكمان احافظ على درجة حرارتها معرضهاش للبرد الشديد ولا للحرارة الشديدة الطريقة التانية عن طريق الجماع باستخدام واقي زكري معين وبناخد العينة من الواقي الزكري ده الطريقة التالتة عن طريق الجماع والقصف خارج المهبل الطريقة الرابعة لو شخص مش قادر يعمل اي طريقة من دول فبنحفز عنده القصف باستخدام جهاز كهربائي معين التحفيز الكهربائي للقصف طبعا مااخدش العينة اثناء مرض الشخص كمان اخدها في عبوة نضيفة كمان ما تتلوزش باي حاجة قبل تحليلها بالنسبة بقى للتحليل نفسه اول حاجة بنبص عليها الشكل الخارجي اول حاجة اللون المفروض يكون ابيض الى رمادي اي تغيير في اللون ده بيدل على وجود مشكلة في التحليل يعني مثلا لو كان اللون احمر يبقى فيه دم لازم ادور على سببه طبعا لو اي لون داني ممكن يكون نتيجة ادوية فلازم ادور ايه سبب تغيير اللون ده بعد كده البي اتش برضو اللي بتحدد حامضية او القلوية بتاعة السائل المنوي المفروض تكون من سبعة واثنين من عشرة لسبعة وتمانية من عشرة اي تغيير في البي اتش دي معناها ان فيه مشكلة في التحليل فمثلا لو زادت ده بيدل على وجود ميكروب او عدوى في هذا الشخص الكمية المفروض الكمية تكون اتنين سنتي او اكتر وزيادة الكمية دي او قلتها ده بيأثر على تركيز الحيوانات المنوية الجواها فلو زادت هيبقى التركيز خفيف ولو قلت هيكون التركيز اكبر وده ممكن يأثر شوية في النتائج في حاجة بعد كده اسمها ليكوفاكشن اللي هي المفروض ان السائل المنوي يكون في البداية لازج لكن لازم يتحول للصورة السائلة في خلال نص ساعة لان الصورة السائلة دي بتسمح اكتر بحرية لحركة الحيوانات المنوية فلو في مشكلة في الليكوفاكشن والسائل المنوي يفضل لازج لفترة اطول ده هيأثر على حركة الحيوانات المنوية وعلى فرص حدوث الحمر بعد كده عدد الحيوانات المنوية في التحليل المفروض يطلع من 20 مليون لمتين مليون طبعا كل ما يقل العدد عن العدد ده بيقل فرص حدوث الحمر بعد كده شكل الحيوانات المنوية المفروض ان الحيوانات المنوية بيبقى فيها شكل طبيعي اللي هو ده المفروض يكون نسبة الشكل الطبيعي 50% على الاقل يعني الحيوانات المنوية اللي موجودة في العينة المفروض يكون نصها على الاقل شكله طبيعي طبعا كل ما زادت التشوهات وزادت اشكال الحيوانات المنوية الغير طبيعية بتقل فرص حدوث الحمل واخيرا حركة الحيوانات المنوية المفروض بعد ساعة يكون 50% من الحيوانات المنوية دي بتتحرك ومحافظة على حركتها برضو لو العدد ده قل يبيقلل نسبة حدوث الحمل وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في قناتنا واعمل لايك وشير شكرا لكم